فأنا أريد أن أقول إن الحذر لا يغني من قدر ولا تحزن لأمر صنعه رب العباد سبحانه وأنا أقول لكل حزين أنت هل يجري في الكون أيها الحزين المكتئب شيء على غير مراد الله في شيء يتم في الكون لا يريده الله طيب الإجابة له طيب هل يتغير بحزنك حالك يعني الحزن بتاعك ده يعني إذا حزنت أكثر عاد المفقوت حي يا الميت عاد المال شف يا المريض أبدا والله لا والله حزنك لا يزيدك إلا غم وزيد توترك وصداع وزيد ضغط تبع عندك هششة عظام ويتسقط شعره وتشيب قبل المشيب وتبع مهموم وترى الدنيا حزينة وسبحان الله العظيم يا رجل هذا الشعر الغر متفائل الذي قال مرة ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما يا سطار يا رب صار يجري بعض التمارين الرياضية لفمه أحسن ينسى الإيه ينسى الاتسامة وأنا للأسف الشديد طوفت مشرق الأرض ومغربها كثير من المسلمين يعتبرون أن أسنانهم عورة فلا يبتسمون لأحد أنا أريدكم أن تكون الابتسامة في قلوبكم قبل أن تكون على شفاهكم ولا أريد أن نبتسم في وجه الناس والمحبين وغير المحبين ابتسامة الصفراء وقلوبنا مليئة بالحق والغل أبدا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب أيها الحزين إن ظللت حزينا سبحان الله ضاعت البركة من عمرك وضاعت الصحة من جسمك وضاع الهدوء من قلبك وضاق صدرك فلا تكسب إلا حزنا وكآبة ولكن عليك أن تسمع كلام سيدنا علي رضي الله عنه يقول أنا رجل أعيش بالأمل فإن تحقق فبفضل الله وإن لم يتحقق فقد عشت به الزمن خال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهما في السماء سبحان الله فالإنسان يبتسم ولن يخسر بابتسامته شيء ولكن لتكن ابتسامته في قلبه وليعلم أن الحذر لا يغني أبدا من قدر نسأل الله أن يصبرنا على أقدار الله ويقيمنا على طريقه وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح الله صدورهم بالإيمان وقلوبهم بالتقوى وزين الإيمان في قلوبهم واجعلنا وإياكم من الراشدين